سويس رول شي فخم شي رائع شوفوا هاي المربا هاي بعد ما بردت عالاخر شوفوا ما اروعة رائعة شوف يا عزيزي هاي دي المربا شوفوا كيف هو اسفنج من الداخل فخامة روعة يعان شوفوا ما احلى هاللون سألتوني عنه كتير واليوم اجا الوقت لنعمله سويس رول ولكن سويس رول بالفانيلا بالمربا يعني السويس رول البسيط اللي بتشوفوه بالسبر ماركات ولكن الطريقة ممتازة ما بيتكسر بيلف معكم بشكل جيد عجيني روعة وايضا خفيف من جوة ولحن نحشي بمربا لفراز بس مش لحن نجيبها جاهزة لحن نعملها بشكل سريع جدا بالمنزل وخلينا نروح سواء نعملها عندي هون فراولة متلج لانه ما في بالسوق هلقى طازة فجبتها متلجة وحليتها وخليت ميتها فيها يعني هيدا الماء بدي استعملها اللي بقال لها مشان هي فيها خلاصة لحن نعملها حطها على النار طبعا اليوم راح تبدي اجيب مربا فلقات سعرها كتير غالة والكمية بسيطة فقلت لأ ليش ما ببعملها بالمنزل بتعملي دوب الكمية وحتى ارخص من السعر هلق عندي فوق النصف كيلو فراولة كوب من السكر نصف حامضة وسط يعني نصف ليمونة وسط عصير ليمون اوكي طيب ولعنا النار تحتن هلق بدنا نحركن شوي مع بعد طبعا بعدين انا بدي ارجع هي وعا النار اهرس الفراولة لانه ما بدي اياها تطلع نعمة كتير اوكي يعني ما بدي اياها تطلع ماء او سوس شوفوا بلش تغلي عندي المربا طبعا هرستها شوي بالمالاقة اذا عندكم يعني الفراز فرش بتقطعوه شوي لانه ما بيكون سهل يتهرس عندكم هيكي هلق هيدا الرغوة فيها تخلص منها بالملعة على الخفيف مش ضروري كلها يعني على الاخر وما بغطيها خليها مكشفة خفف ناري وخليها عنها الخفيفة لا تخلص هلق صارت عندي شوفهم احليها بقيت شقف شوي روعة طبعا هلق بس تبرد لح تجمد عندي جمود رائع بحركها عن نار خفيفة من وقت لوقت هلق دقيقة وبرفاعة عن النار اوكي صارت عندي تقريبا جهلة لانبلش بالكيك الرائع عندي خمس سفرات بايت بحرارة الغرفة بشيرهم قبل بساعة بخليهم بحرارة الغرفة اذا كانوا عندي بالتلاجة اوكي سقط فوقهم تلت كوب من السكر وعندي فانيلا سقلة تقريبا نصف ملعة الطعام بدعمها شوي اللي ما عنده بحط بودرة بس ما بكتر كتير بلعت شاي بتكفي وهلق بدي بلش اخلطهم بشكل منيح ع سرعة قوية هلق من بعد ما خلطتهم بدي ارجع هون اضيف 3 ملاعق طعام من الزيت النباتة بحرارة الغرفة كمان لقطين طعام من الحليب كمان بحرارة الغرفة وبرجع بكمل خلط طيب هلق متل ما عم تشوفوا هيدا الخليط ضليت نخفق فيه لاشتد بهيدا الشكل لحزيحوا على حدا واخفق زلال البيض يعني البيض طبعا هولي بدي اخسلهم بس اخفق الزلال ما بحطهم دغري فوق الزلال ما بيعود يقب معه هلق وعاق عميق خمس زلال بيض يعني البيض رشة ملح خفيفة غسلنهم منشفنهم منيح بدي انتبه ما يكون في عندي اي صفار مشان فيه ناس بتقول ما طلع عندي الزلال يعني مقب مشان بيكون فيه شوية صفار او بيكون بارد كتير بنخلط بس يرغي عندي شوية يعمل هيدا الشكل بضيف نص كوب من السكر دفع وحدة وبرجع بكمل خلط ليصير عندي مرنج هلق صار عندي جهاز شوفوا كيف جامد لازم يكون جامد بهذا الشكل هلق بدي ضيف فوقه هيدا الخليط التاني متل ما عم تشوفوا عندي طبعا هيدا الخليط التاني مش بتركوا على جنب نص ساعة وبرجع مجرد ما اخفق الزلال ضغري ببلش حطهم فوق بعض ضغري بخفق الصفار برجع بعدان الزلال ورع ضغري طبعا حركنيهن شوية هلق لانه بنرجع نضيف الطحين اوكا ثلاثة ربع كوب من الطحين ومننخرهن تنخيل وهلق منبلش برم بنقلوا بهيدا الطحين معن بهيدا الشكل مندون ما كتير نحرك بسرعة هيك برم وبننتبه من الاسفل اذا كان شي مرقد عندي من الطحين نكون نخلط هلق نحن بالمحلات متعودين بنخلط بهيد طريقة اوكا بنشيل الشقفة من تحت ومنخلط صانية على ورق زبدة هلق هيدا الصانية باسفل الفيديو بقلكن هداش اياسة بسقط هيدا الخليط الرائع شوفوا محلة فلافي لازم يكون هيك ليكون ناجح مع الكيك هلق بسبتول بلش مده تقريبا يكون عندي نفس المستوى عن جميع الجهات طبعا لايطلع معي صب بوحدة بهزه شوي هيك وبطرقه منيح هلق صار جاهز عندي يدخل على الفرن حرارة الفرن عندي 165 من الاعلى والاسفل 165 سلسيوس بده تقريبا شي تسعة دقائية هلق بس خلص خبزه بطف الفرن بطرقه بالفرن شه ثلاث دقائية بعدين بشيله منتبه على الحرارة وعلى اللون ليطلع معي عشقر وحلو وهو بيستوي بشكل سريع شوفوا هيدا المربة هاي بعد ما بردت على الاخر شوفوا ما اروعة رائعة طبعا عندي مرتبان هيك بدعبيها بقلبه شوف يا عزيزي هيدا المربة من بعد ما بردت سكر وعلى البرد وهيدا الكيك من بعد ما جهز عندي وتركت ودريبا شلت اربع دقائق بالفرن هو مطفئ رائع لون ورائع عن جد شي بشحي طبعا بدي شيله هلق من الصينية اللي هو فيها شلت الحوافر بالسكين شوي اللي ازا ملازقين عندي بشيلهم وهلق بدي ارفع ورق الزبدة وشيبه شوفوا ما اروعه نزحتوا هيك هلق الخطوة التانية اللي مهمة طبعا بدي اعملها بدي اعملوا اقلبوا رقصا على عقب عندي ورق زبدة اوكي دهنتم بالذات ليه مشان ما يلزع عندي هلق بدي اقلبوا قلبنا رقصا على العقب طبعا هلق بدي اعملوا نشيل غرق الزبدة من الجهة التانية شوفوا ما احلى شوي شوي طبعا بنشيلهم هلق اللي بدي اعمل بدي اشيل هيدا الاطراف الزايدة لانه بتجي قاسية شوي مشان يطلع عندي كمان لفته حلوة شوفوا كيف هو اسفنج من الداخل فخامة روعة هلق بدي ازايحه شوي هيكة بالسكين عندي مشان يطوي هوني كله بدي اشتغله بسرعة يعني هو سخن هلق عملت هالي كلهم زيحته هيكة وهلق بدي بلش طوي متل ما قلنا هو سخن مشان ما يتكسر عندي هلق بطوي اول شي برجع بعدان بدي احشيه وقطويه بس اول شي خليني اقطويه هو وصخن شوي شوي وامن انه مالح ينكسر عندي هلق سهلق طوي بدي اتركه على حدا رايحه شوي شي عشد ايه والفتحه لتحت ومنرجع منحشيه طب هلق من بعد ما ريحنا الكيك اخد الطويه اللي لازم ياخده بنرجع نفتحه هيك شوي شوي طبعا تأكدنا انه لف عندي طبعا هون في تجرحات مطرح مقطعت بالسكين اوكي ومن ثاني ميلي تمام لحيطلع هلا لانه بدي ادهن بالمربا انا ما بي حاجة سقيه فينا نسقيه راح نبلش نحط هيدا المربا اللي عملناها شوفوا مروعة منباشر بدهن هيدا المربا بلفه بشد شوي اوكي شوية صغيرة بس مشان يطلع البرمي دايقة طبعا ديتو خلي ورقة الزبدة لبرة لفه بشد شوي ارجع بعليها صار عندي جاهز وملفوف لحطه بالتلاج الاحين استمالي وفضل اتركه شي نص ساعة وارجع عطه طيب هلا منشيل ورق الزبدة شوفوا الزيت شو ساعد انه هيدا القلب يطلع عندي روعة شوفوا ما احلى حسب الرغبة مرشلو سكر بودرة سويس رول شي فخم شي رائع ان شاء الله لحينة لعجابكم شوفوا ما احلى هاللون بسم الله ها خفيف جدا بدوب بالتام وطعمة المربا كتير طيبة عن جد فلافي خفيف ما رتخيلوا قداش طيب احسن من مئة مطرح تشتروا من بره جربوه وان شاء الله لحيطلع معكم تمام والى اللقاء الى حالة مقبلي اشتركوا في القناة